اشتركوا فا القناة فا زي رجال زي تخطو لاي اشتركوا فا القناة فا زي رجال زي تخطو لاي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف الجزء الثاني من فيديوهات ملخص لصف السالس الاعداد في نقاط واهم الجمل المتوقع ان شاء الله زي ما شفنا طبعا في الفيديو الاولاني اهم نقطة الخاصة بالوحدات واحد واتنين هنشوف ان شاء الله النهاردة في الفيديو دوت اهم النقاط الخاصة بالوحدات من ثلاثة لستة هنبدأ بالجزء الخاص بيونت سري طبعا نقشنا في الوحدة ديات لتعبير عن المستقبل بتلات اشكال الشكل الاول اللي هو استخدام والمصدر والشكل التاني والشكل التالت اللي هو المضارع المستمر وطبعا كنا خدنا قبل كده في الوحدة الاولى استخدام المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل مع الحاجات اللي هتصل طبقا لجدول زمني او مواعيد زي وسائل المواصلات والامتحانات وفتح وغلق الاماكن العامة نشوف الجزء الاولاني اللي هي استخدام ول زائد المصدر طبعا هي ديات مش علينا او فيه اللي الوحدة ولكن كجزء عام خاص بتعبير عن مستقبل نعرف اللي بستخدم ول ول المصدر للتعبير عن حاجة متوقعة بتوقع ان حاجة تحصل او احتمال او رأي شخصي يبقى انا مش متأكد من الحاجة ديات تحصل او وكمان تعبير عن العمر بمعنى لو قلت كلمة هنا بمعنى اعتقد يبقى هنا بيعبر عن وجهة نظر او رأيه يبقى هو ممكن يكسب الجايزة يبقى السنة الجاه يكون عمرها عشر سنوات يبقى هنا بتكلم عن عمر يبقى اما توقع او احتمال او رأي شخصي يا اما عمر او سن دي مجرد معلومة اولية نروح بقى للجزء الاساسي اللي موجود عندنا في الوحدة اللي هو استخدام زائد المصدر يبقى الشكل هو زائد المصدر في حالتين اتنين الاول نعرف ان لو عندي الفعل يبقى حط كلمة عندي الفعل هي او شي او ات يبقى حط كلمة از او اسم مفرد طبعا عندي وي او يو او زي او اسم جام يبقى هنحط كلمة والتلاتة هجيب بعدهم وبعد هجيب مصدر بدون اي اضافات طب ايه لحالتين بقى اللي انا بستخدم فيهم قال لأول حاجة للتعبير عن النية لفعل شيء يعني واحد عنده نية ان هو يعمل الشيء طب هعرف منين ان الجملة دي فيتعبر عن نية هلاقي في كلمات معينة زي كلمة بمعنى ينوي والاسم منها كلمة وكلمة يقرر وكلمة اللي هي قرار كلمة بتجيب معنى خطة او يخطط يبقى لو لقينا الكلمات ديت يبقى خلاص على طول هعرف ان الكلمات ديت بتعبر عن نشوف مثال لو قلت زي هاف انتنشن اه ادي جاب لي هنا كلمة انتنشن هي تيبقى دي مفتاح الجملة زي ار جوينج تو باي اقار يبقى هنستخدمنا طب بتستخدم لوحدها لأ لازم قبلها كلمة وبعدها مصدر بدون اي اضافات هنا جبنا ليه كلمة عشان عندي الفاعل زي طب لو شلنا كلمة زي وخليناها كلمة هي يبقى هي اس جوينج تو اي يبقى ايام جوينج تو طب الشكل التاني اللي بستخدم جوينج تو للتعبير عن نقطة بقى مهمة شيء سيحدث طبقا لدليل يعني في دليل قدامها هو تانا شايفه وبستنتج ان حاجة تحصل واهم المسال بالنسبة لنا واكتر مثال شائع يبقى مثل وجود الصحب شايفين صحب في الصماء قدامنا هي يبقى ده دليل على حدوث الايه المطر هيجيب لي جملة زي دي يقول يبقى شايفين صحب كسيرة هي يبقى يبقى الجملة دي بنسميها حاجة هتحصل طبقا لدليل طب لو حبي بقى يجيب لي جملة فيها فكرة مهمة احنا اتفقنا ان كلمة سينك اهيت بنجيب معها ويل زائد مصدر طب لو جاب لي بقى كلمة سينك اللي هي الملاحظة دي ازا جاءت كلمة مع وجود دليل انت قلتنا من شوية يبقى معها ويل زائد مصدر طب وقلتنا كمان دلوقتي في وجود الدليل الملاحظة اللي فوق ديت في وجود الدليل بنجيب طب لو حط لك بقى الاتنين جاب لك وجاي معها دليل في نفس الجملة يبقى الاقوى بالنسبة لرأيي ولا الدليل لا الدليل انا شايفه يبقى عشان كده بنجيب جوينج تو يبقى هل ممكن مع كلمة سينك اجيب جوينج تو اه لو جاي معها دليل نشوف كده الجملة بول زير ار الوت اوف كلاودز ده نفس الجملة اللي فوق هيت طب ناخد بالن اي سينك اه يبقى في بعضنا هيعتقد كلمة سينك هيت يبقى حافظ يقول لي المصدر حد تاني يقول لي لا ده دليل طب احنا اتفقنا ان في وجود الدليل يبقى الدليل هو الاقوى يبقى في الحال دي برضو هنقول يبقى خلي بالك سينك بس يبقى ولزائد مصدر دليل يبقى جوينج تو طب جمع لك الاتنين مع بعض دليل مع سينك يبقى الاقوى هو الدليل يبقى برضو جوينج تو نروح للشكل التاني للتعبير عن مستقبل لو استخدام المضارع المستمر اللي هو ام از ار وفعلي زائد اي ان جي اللي بقى باستخدام المضارع المستمر دوت للتعبير عن الاشياء التي رتبنا لها يعني انا مرتب وخلاص خلاص رتبت او اعديت او جهزت ان الحاجة دي تحصل طب برضو ممكن نعرف من خلال كلمات اه هيجيب لبسلا كلمة زي كلمة بمعنى يرتب او كلمة اللي هي ترتيبات او كلمة اللي هي يعد او يجاهز لان الكلمات دي يبقى هنستخدم ام از ار وفعلي زائد اي ان جي وكمان بجيب الشكل ده ام از ار وفعلي زائد اي ان جي مع الحفلات والمناسبات من الطبيع ان الحفلات والمناسبات بيكون لها ترتيب طب نشوف مثال لقولت زي هاف بود زا تيكتز اه نخبنا بقى هنا قال لي حد اشترى التزاكر طب واحد اشترى تزاكر عشان يروح لمكان هل دي مجرد نية لا ده ده يعتبر ترتيب نهائي يبقى زي اصوان طب عنده حفلة يبقى معنى الجملة دي ايه يبقى هو مرتب لكل شيء ده دي شكل بسيط اللي يستخدام المستقبل سواء او او ام از ار وفعلي زائد اي انجي نروح ليه التمارين بتاعتنا السؤال الاول اللي هو الاختيارات بول ايام هانجري واحد بقول انا جاء انا جاء عن اي سينك اي سبيز اه ساندويتش طبعا هنا عندي كلمة سينك هيت يبقى هيحط كلمة والباي دي بنسميها بقى حاجة ما نكبر شوية هنعرف حاجة اسمها قرار سريع يعني واحد خد قرار لحظة الكلام طب الجملة التانية هنكل في المطعم حد بقى مجرد عزومة مركبية ولا خلاص خدوا قرار نهائي طب نشوف الجملة دعني نرتبنا يبقى هنا خلاص ده ترتب نهائي يبقى ام از ار و اي نجي بقى كلمة ار اي تين في صحب اي سينك خلاص فهمنا الجملة دي فهمناه سينك ولو المصدر بس ده دليل يبقى على طول اي انتند انتند بمعنى ينوي اي اس بي اس ان يو كار هنمفتاح الجملة كلمة ايه انتند طالما اجاب لك كلمة انتند يبقى يبقى اي بتاخد ام يبقى هقول اي ام جوينج تو ونحط كلمة باي ان يو كار طب نشوف سؤال التصحيح بقول لك شي از ووش ده كاربتز عند كلمة از خلاص المفروض اجيب بعدها اي نجي يبقى هنحط كلمة على طول اي كانت جو وز يو ناخد بقى جملة جميلة بقول انا مش هادة راجي معاك دايما ناخدها كده طالما حد بيعتزر عن فعل شيء يبقى معانا ان هو مرتب لفعل شيء اخر يبقى له مش هادة راجي معاك يبقى هنا بقى بيعمل الواجب يبقى نحط كلمة على طول طبعا مباشرة من خلال كلمة ام يبقى هجي بعدها اي نجي اشتريت التذاكر اي ترافل ها يبقى ديات نية ولا ترتيب لا ترتيب اشتريت التذاكر خلاص يبقى ام از ار و اين جي يبقى اي ام عشان اي يبقى اي ام ترافلين وتمر زي ار بلاي كومبيوتر جيمز طبعا عندي كلمة ار لا يبقى هجيب هنا على طول اين جي يبقى كلمة بلايين كومبيوتر جيمز كنا دي اخدناها بقى في الوحدة الاولى براجع عليها تاني اللي هي الطيارة اه قلنا مواعيد الطائرات او وسائل المواصلات لامتحانات الاماكن العامة يبقى بنستخدم معها مضارع بسيط يبقى هنا نحط كلمة على طول نروح ليه جزء مهم برضو في الوحدة التالتة اللي هي الصفات المنتهية ب اي ان جي والصفات المنتهية ب اي دي ناخدها كده قعدة عامة ان الصفة المنتهية ب اي ان جي بنسميها المؤثر او المسبب الصفة المنتهية ب اي دي بنسميها المتأثر يعني هو اللي بيتأثر بالشيء اللي بيحصل بمعنى تاني الصفات المنتهية بإيه دي تصف شعور الناس أو عواطفهم يعني هو بيشعر بإيه إنه هو مثلا interested مهتم bored يشعر بالملل surprised يعني مندهش أو متفاجئ لما نشوف مثال بقول I am excited يبقى هو إيه فرحان to watch the match إنه أنا بتفرج على المباراة يبقى هنا الشخص هو اللي فرحان was so bored أو I was so bored in that listen I almost fell asleep يبقى هنا بيقول I يعني شخص بكلمات بيقول أنا كنت إيه bored يعني أشعر بالملل لدرجة إنه هو خلاص تقريبا كان بينام يبقى هنا I was so bored يبقى الشخص يشعر بالملل he was surprised يبقى هو مندهش to see Helen after all those days يبقى هو مندهش إنه هو شايف حد she was really tired يبقى هي كانت متعبة أو كانت مرهقة and wanted to be ill يبقى الفكرة كلها هنا إن مع الصفات المنتهية بإيدي بنصف شعور الشخص أو عواطفه طب الصفات المنتهية بأين جهزا ما قلنا ليا المؤثر أو المسبب للحدث مثل interesting يبقى حاجة ممتعة أو شيقة boring يعني حاجة مملة surprising معناها مدهش طب نبص كده على الجمل would have you seen that film يطرد فرقت على الفيلم ده it is really frightening يبقى هنا الفيلم إيه ها مرعب هل الفيلم أقول عليه إنه أخايف لا ده الفيلم مرعب يبقى كلمة frightening I could listen to her four hours يعني نقدر نسمعها لعدة ساعات she is so interesting يبقى لأن هي ممتعة في الحوار أو كلامها ممتعة I can't sleep that noise is really annoying بقول أنا مش قادر أنام يبقى لأن الضوضاء بيكلمين على الضوضاء يبقى هل الضوضاء هي المنزعجة لا الضوضاء هي مزعجة يبقى كلمة annoying على طول طب نشوف تطبيق على الكلام دوت السؤال الأول بقول زي فيلم was space I didn't enjoy it بيكلم على الفيلم يطرى bored ولا boring ولا interested ولا interesting طب احنا بنكلم على الفيلم هل يطرى بقى الفيلم هو اللي يشعر بالملل أو هل الفيلم هو اللي مهتم لا ده الفيلم ممكن نقول عليه ممل أو شيق أو ممتع طب هنا بيقول لي I didn't enjoy it ما استمتعتش بالفيلم يبقى الفيلم كان boring طب من بطل عايزة خلي كلمة interesting دي تنفع شيق ها برضو الشاطر هيسيب الإجابة في التعليقات طب بول زا football match was المباراة ها يبقى المباراة هنا ايه هل هي اللي كانت فرحانة لا ده كانت مصيرة يبقى interested ولا excited ولا bored ولا exciting يبقى هنا كلمة exciting على طول زا instructions اللي هي التعليمات for my new coffee machine بتاعت الكوفي ماشين الجديدة are really ها طب يا طرى بقى بكلم على التعليمات تعليمات ديت يا طرى هي اللي كانت حيرانة ولا محيرة لا طبعا كانت محيرة يبقى هنا نحط كلمة confusing طب مين بطل ابدأ بايه عشان اخلي كلمة confused دي تنفع صح ممكن ابدأ بكلمة I was I was space that I didn't get the job ها انا هنا بتكلم عن احساسي او شعور يبقى كنت ايه محبط يبقى I was disappointed there is a big dog but you don't need to be اه في كلب هوت يبقى الكلب دا اكيد هو المخيف طب انت ما تكونش خايف يبقى هنحط هنا كلمة frightened طب التصحيح the match was excited خلاص حفظناها بقى بالكلمة على الماتش هوت لا دا هو اللي كان مسير يبقى exciting he was frightening of the dog ها هل هو اللي خايف ولا مخيف لا دا هو اللي كان خايف يبقى كلمة frightened ومع طبعا كلمة of I am interesting in doing experiments ها انا اللي مهتم يبقى كلمة interested على طول يبقى I am interested in طب the old man was space frightened we were afraid of him جملة بقى مهمة جدا جدا بعضنا هيقول لي ايه the old man هو التمراج العجوز هقول عليه frightened يعني كان خايف طب نشوف الجملة ديت وي هنسيب الحل بتاعها للشاطر اللي هيحله فيه الكومنتات سهلة جدا جدا بس اهم حاجة نترجم المعنى اللي بعدها the result of the exam was نتيجة الامتحان هل النتيجة هي اللي كانت محبطة هي اللي زعلانة لا كانت محبطة يبقى هنا باتكلم على الصفة اللي فيها ing يبقى نحط كلمة this appointing thing يعني محبطة ده المعنى بتاع الجملة نروح بعد كده ليونت فور ويونت فايف الاتنين بيكلموا على زمن واحد اللي هو زمن اللي هو المضارع التام ونركز برضو في الجزء دوت عشان دايما المضارع التام عليه سؤال في الامتحان طب الشكل الاول ايه هو المضارع التام المضارع التام عبارة عن فاعل وبعد الفاعل دوت بنحط يا اما have يا اما كلمة has ادي المعلومة الاولى ركز بقى تاني اهم حاجة بعد have او has بنجيب ال bb او ال past participle اللي هو التصريف التالت للفعل يبقى المضارع التام عبارة عن جزئين have او has هنعرف دلوقتي امتا دي وامتا دي زائد او plus bb اللي هو التصريف تالت للفعل طب نشوف كده قال لي لو كان الفعل he او she او it او اسم مفرد بنحط كلمة has وممكن نختصر كلمة has ديت الى apostrophe s طب لو كان الفعل i او we او you او ze او اسم اي جمع يبقى بنحط كلمة have have او has اتفقنا هجيب تصريف ايه تالت طب كلمة have ديت اللي ممكن نختصرها الى apostrophe ve والاتنين هجيب بعضهم تصريف ايه تالت للفعل طب نشوف مثال بول he has written زا ايميل ها جبنا هنا كلمة has له عشان كلمة he طب سؤال جبنا كلمة written له عشان وجود كلمة has على طول طب they have taken the money الفعل مين زي طب زي تاخد كلمة have بعدها هجيب تصريف تالت يبقى نحط كلمة taken the money ده الشكل بتاع المضارع التام طب قال لي في حالة النافي الملاحظة رقم اتنين قال لي نضع النط بعد have او has يبقى هتطلع haven't او hasn't طب نشوف مثال she hasn't cooked lunch ادي hasn't وتصريف تالت we haven't studied French يبقى سواء في النافي او الاسبات هجيب بعد has او hasn't او have او haven't تصريف تالت لالفعل طب نروح بقى للنقطة الاهم اللي هي الكلمات اللي انا بستخدمها مع present perfect او المضارع التام قال لي اول حاجة بستخدم كلمتين اتنين كلمة دي اسمها just وكلمة already just معناها للتو او حالا يعني لسه حالا او او منذ فترة قصيرة كلمة already معناها بالفعل ودائما الكلمة ديت وديت بستخدمهم في الاسبات عشان يدلوا ان الفعل قد تم يبقى مع already وjust الفعل حصل ومحصلش حصل طب لو قلت he has already finished his home work يبقى هنا فهمت من الجملة ان هو بالفعل خلص الوجب بتاعه طب ناخد بالنا من حاجة كلمة already مكانها ممكن اجيبها بعد has او have او ممكن اجيبها في اخر الجملة يعني ممكن نكتب الجملة ديت ازاي he has finished his home work already يبقى كلمة already ممكن اجيبها في الجملة بعد has او have او اجيبها في اخر الجملة طب زي have just watched tv برضو هنا كلمة just ما كانها في الغالب بعد كلمة have او ايه او هزي يبقى already وjust ما كانهم فيه ها الاسبات يدلوا ان الفعل حصل ومحصلش الفعل حصل طب نحط بقى في دماغنا كلمة already ديت عشان هنرجع لها في نقطة مهمة تانية بعد كده طب قال لي بستخدم كلمة ever ever ديت معناها هل فعلت الشيء من قبل يا طرح عملت الحاجة دي قبل كده وفي الغالب باجيبها فيه السؤال لما نقول have you ever visited aswan يبقى هنا معناها هل انت زورت aswan قبل كده طب نبص كده وركز على مكان ever ever بتجي فيه السؤال بعد الفاعل على طول او قبل التصريف الثالث لإيه للفعل رقم خمسة قال لي بستخدم كلمة never never ديت دايما تدل على نفي لما اقول he has never visited aswan يبقى هنا الفعل حصل وانا حصلش لا ما حصلش يبقى هي عكس just or already just or already يبقى الفعل تم نما كلمة never الفعل لم يتم طب مين بقى بطل ممكن الجملة دي اكتبها بشكل آخر هنسامح حد بيقول لي ده سهل خالص ممكن اشيل كلمة never من الجملة دي وحط مكانها كلمة ها صح برافو عليكم كلمة not يبقى ممكن اقول he hasn't visited aswan او he has never visited aswan طب ناخد بنام رقم 6 قال لي بستغل من ضرق التام مع كلمة yet كلمة yet معناها برضو حتى الآن مكانها فين قال لي تأتي في آخر السؤال يبقى آخر السؤال ماشي وكمان آخر الجملة المنفية يبقى يت مكانها في آخر السؤال وآخر الجملة المنفية طب كلمة yet دي تدل على ايه برضو تدل على عدم حدوث الفعل يبقى الفعل لسه ما حصلش طب لو قلت have you cooked yet يبقى هنا من سياق الكلام استنتج ان الشخص لسه ما عملش الشيء I haven't cooked lunch yet يبقى هنا لم تطبخ حتى الآن طب نروح بقى لمعلومة مهمة جدا جدا ايه هي اللي ممكن ان تأتي already ماشي يا عم ما احنا قلناها قبل كده وعرفنا مكانها بجيبها في الجملة المثبتة ممكن اجيبها في النص او اجيبها في الآخر قال لك لا بقى كمان في آخر ها السؤال ايه ده اخر السؤال مش انت بتقول لنا استخدم كلمة yet في اخر السؤال هيت لا اللي ممكن استخدم كلمة قردي في اخر السؤال اذا جاءت اجابة تدل على ان الفعل قد تم طب ركز بقى واحدة واحدة كده معي هيجيب لك جملة او هيجيب لك سؤال ويجيب لك سؤال زي ده بيقول have you cooked lunch حد هيبص على الكلمة دي يقول لي already ده غلط المفروض احط كلمة yet ماشي بس خلي بالك طالما جاب لك اجابة تدل على ان الفعل حصل يبقى هنا بنحط كلمة already تاني النقطة دي يبقى ممكن احط كلمة already في اخر السؤال اه ينفع بس بشرط يجيب لك حاجة تدل ان الفعل ايه ها شطار ان الفعل حصل او تم برضو ديات من النقطة المهمة جدا اللي ممكن يجيبها للتنييز طب نروح لي رقم سبعة كلمتين بقى مهمين جدا جدا مع زمن المضارع التام كلمة for وكلمة sense اللي تأتي كلمة for طبعا احنا نارفين كلمة for ديات معناها لمدد لتعبير عن مدة الحدث يبقى بيتكلم عن الحدث ده خد وقت قد ايه اما كلمة sense معناها منذو بتعبر عن بداية الحدث يبقى لو بتكلم على مدة يبقى هجيب كلمة for بتكلم على بداية الحدث يبقى هجيب كلمة sense على طول طبعا هنشوف الملاحظة دي بالعرب كده وبعد كده هنقول في الاخر ملخص مهم لها لو قلت هنا عشر سنين يبقى ديات مدة فجبناك كلمة for يبقى هي بتطبخ بقالها ساعة يبقى دي مدة هنا وقت طويل يبقى هجيب كلمة على مدة هنا 2011 11 يبقى ديات بداية الحدث يبقى هي بتطبخ منذ الساعة ثلاثة يبقى ديات بداية الايه بداية الحدث يبقى مدة الحدث for بداية الحدث يبقى كلمة sense طب انا عايز بقى فكرة بسيطة خالص علشان اقدر اميز او اختار او اصحح ما بين sense وي for بشكل مبسط جدا ناخد كده الفكرة لي قال لي دايما كلمة فور ركز بقى كده هجيب بعدها رقم ماش او عدد ما فيش مشكلة ركز و اسم جمع ها يبقى كلمة فور هجيب رقم ها واسم ايه واسم جمع طب حط دي في الدماغة كده الاو طب كلمة sense هجيب برضو رقم او عدد و اسم مفرد تاني بقى قعدة عامة فور يبقى الاسم ايه جمع sense اسم ايه مفرد طب بما ان الكل قعدة شواز خد بقى الفكرة دي لو جاب لك اسم مفرد ها لو انا وقفت الحد هنا يبقى هجيب ايه sense طيب لو جاب لك اسم مفرد وقابل الاسم المفرد دو هتحطلك ا او ان او ها ركز كده جاب لك اسم ايه مفرد وحطلك قابله ا او ان ها او مين او ان في الحالة ده هيك هتجيب كلمة فور تاني المعلوم فور رقم واسم ايه جامع ماشي رقم واسم ايه مفرد طب الشاز بتاع القعدة ديت ايه لو جاب لك ا او ان او وان واسم مفرد يبقى تحط كلمة فور طب نطبق كده على التمرين اللي احنا قلناها دي نرجع للتمرين الاول بقول اه ادي رقم واسم ايه جامع يبقى نحط فور على طول صح ايه ده ده انت بتقول اوار هيت مفرد طب يبقى تاخد لا خلي بالك جاب لك مين يبقى يبقى تاخد فور ادي ا او ان واسم مفرد هنا جاب لك اه هيت مع لونج طي طب هنا هنا السنة الفين وعشرين هيت هل فيها اس ولا حاجة لا ده ديت مفرد تمام ادي الرقم ماليش علاقة بي اللي همين هناك كلمة اوك لو مفرد ولا جامع مفرد يبقى تاخد كلمة دي الطريقة بسيطة خالص عشان اميز ما بين النقطة بقى المهمة معانا الفرق برضو في المضارع التامة بين بين تو وجن تو كلمة بين تو معناها زهب لمكان وعادة كلمة جن تو زهب لمكان وما زال هناك تاني يبقى بين تو رح وارجع كلمة جن تو زهب ولم يعود بمعنى ايه لو قلت ادى كلمة بين تو يبقى معناها زهب النادي وعادة يبقى هل يطر هو موجود في النادي دلوقتي لا يبقى هو راح مكان ثاني او رجع لبيت يبقى معناها طب طب فهمت ايه بقى؟ معناها ذهب إلى النادي وما زال هناك يبقى أنه موجود في النادي دلوقتي يبقى هي يبقى كلمة بين راح المكان ورجع يبقى لسه أو معادش موجود في المكان ده كلمة جان تو راح للمكان وما زال هناك يبقى لسه موجود في المكان طب نقول على حاجة مهمة برضو طريقة سهلة خالص أعرف ميز ما بين زهبا وعادة وزهبا ولم يعود نبص كده على كلمة بين لو جال لي وقف الاختيارات وقال لك اختار فانت عارف انا اختار مثلا ايه زهبا وعادة او زهبا ولم يعود بس ناسي هي مين فيهم زهبا وعادة ومين فيهم زهبا ولم يعود كلمة بين فيها كم اي كم اي اتنين اي اي يبقى فيها حرقتين زهبا وعادة يبقى راح ورجع طب كلمة جن فيها كم اي واحدة يبقى حركة واحدة يعني راح ولسه مرجاش وصلت كده الفكرة روح لي الملاحظة الاخيرة معانا كلمة بقى لو جاية كرابة زمني اللي باستخدم معها زمني اتنين بجيب قبلها مضارع تام واجيب بعدها ماضي بسيط بمعنى ايه لو قلت زي هاف واتش تيفي سينس قالي اريفد ادي سينس هاد جاية في النص يبقى هجيب قبلها مضارع تام هاف او هزو تصريف تالت وبعدها هجيب ماضي بسيط يبقى جيبنا كلمة اريفد طيب ادي كلمة سينس برضو هيت جاي قبلها مضارع تام وبعدها باست سيمبل ماضي بسيط طبعا بقى ممكن يكون مضارع تام مزبط او منفي مش هتفرق بالنسبة نطبق على التماري بول هاف يو افر سبيس تو افوتبول ماتش خلاص هنا جاب لك كلمة هاف ومحتاج فعل يبقى خلاص حافظنا تصريف تالت للفعل بقى نحط كلمة she has been married يمكننا قولها طبعا بن married space over 50 years since ولا فور ولا ان ولا اجو طبعا هنا مضارع تام يبقى يا سينس هي فور طب هنا جاب لك رقم واسم ايه جمع او مدة زمنية بقى نحط كلمة فور مونة has eaten sandwiches space and hour اه انت قلتنا اور مفرد اخد لا خلي بالك بتنساش الجزء التاني من القادة قلنا لو جاب لك اسم مفرد قبله ا او ان يبقى بتحط على طول كلمة فور طب هي has space to school يبقى has gone ولا been اه نركز بقى في المعنى he is at home now يبقى هو بالنسبة للمدرسة هل هو موجود في المدرسة لسه لا يبقى عنها راح ها ورجع طب الراح ورجع دية بين ولا جن بصع كلمة بين حركتين جن حركة يبقى هنا نحط كلمة بين تو يبقى ذهب وعد he has written the email space ناخد بقى yet ولا never ولا ready ولا اه هي has written the email يبقى هو كتب الايميل طبعا يبقى هنا هحط كلمة already اذا already بتجي في اخر الجملة اه ان ممكن تجي في اخر الجملة تدل ان الفعل حصل اوتا طب بول have you watched the film يطار اتفرجت على الفيلم yet ولا just ولا ago ولا since ده سؤال والاجابة في الاخر يبقى نحط كلمة yet على طول. I have lived here since I space married نبص على القاعدة قلنا جاب لك مين ماشي جاب لها مضارة ايه تام يبقى اللي بعدها ايه على طول ماضي بسيط يبقى هنحط كلمة got married مين بطل في حل ينفع كمان بديل لكلمة got في الجملة دي يا ترى مين هيكتب الحل في الكومنتات والبطل اللي يوصل للحل ممكن اشيل got وحط كلمة مكانها مكونة من تلات حروف. طب نروح للتصحية. بول they have studied since an hour خلاص فهمنا الفكرة جاب لآ او آن واسم مفرد يبقى for على طول. طب اللي بعدها have you never eaten Chinese food طبعا ده سؤال في النص يبقى نحط كلمة ever على طول. they have played since he arrived. ادي since كاي مضارع تام يبقى انا محتاج. بسط يبقى كلمة arrived على طول. she has gone to she isn't there now. آه هي مش موجودة في القاهرة. يبقى راحت ورجعت. يبقى هنحط كلمة بين تو. تمام? طبعا نحو جاب لكلمة تو بعض النقط. هي play football since two southern five. نركز بقى على الجملة دي. انت قلتنا لو جاب لي سنة السنة مفرد يتاخد كلمة since. طب ازاي الجملة غلط? يبقى معنا كده الكلام اللي انت قلته غلط? لا انت اللي مش واخد بالك. ليه? هو جاب لك هنا مضارع تام ولا ماضي بسيط? آه صح صح ده جاب لي ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى ان بتيجي قبل السنة. نطلع بمعلومة مهمة? ايه هي? ان ممكن اجيب بعدها السنة? آه صح. طب ايه الفايصل? الزمن اللي هيجيبه? لو جاب لك مضارع تام يبقى السنس والسنة. جاب لك ماضي بسيط يبقى السنة. yeah لو جاب لك مضارع تام يبقى هنس والسنة. جاب لك ماضي بسيط يبقى زائد السنة. نروح بعد كده للوحدة الاخيرة معنا اللي هي هناك الوحدة الستة خدنا طبعا في الوحدة الستة ديهت ليه تعبير عن الضرورة او الالزام في المضارع باستخدام we have two وهاز but وتعبير عن الضرورة في الماضي باستخدام كلمة had to واخدنا تعبير عن التوقع او الاحتمال او عدم التأكد باستخدام كلمة might التعبير عن القدرة او الاستطاعة في الماضي باستخدام كلمة could we was aware وكلمة able to وكمان خدنا تعبير عن الادفايس اللي هي النصيحة باستخدام كلمة should هنروح لأهم النقط لكل موضوع اللي اول حاجة للتعبير عن الضرورة في المضارع باستخدم يا اما must يا اما have to يا اما has to لما نجبر شوية هنعرف ان فيه فرق ما بين must and have to and has to اهم حاجة must and have to and has to التلاتة هجيب بعضهم مصدر بدون اي اضافات طب امتى has وامتى have قال لي لو كان الفعل he او she او it او اسم مفرد يبقى هنجيب كلمة has to والبادل بتاعها كلمة must لو كان الفعل we او you او zay او اسم جمع يبقى هنجيب كلمة have to والبديل يبقى كلمة must يبقى هنستنتج ان كلمة must مش هيفرق معها الفاعل سواء كان مفرد او جمع he she it zay اي حاجة مش فرقة تعب نشوف مثال لو قلت he must arrive early يبقى ممكن نقول الجملة ديت he has to arrive early مع اختلاف الفرق طبعا في المعنى they have to get the books ممكن هنا نشيل have to ونحط كلمة must he has to go early هنلاحظ حاجة ان must او have to او has to جاي بعضهم التلاتة مصدر بدون اي اضافات بعد ما عرفنا شكل الضرورة في الاسبات في المضارع نروح لحالة النفي يعني بنعبر عن عدم ضرورة في المضارع دايما احنا عارفين ان المضارع بان فيه يا اما بكلمة don't يا اما كلمة doesn't يبقى عشان كده باستخدم فاعل وحط don't او فاعل وحط كلمة doesn't المعلومة اللي هركز عليها ركز دايما ان don't او doesn't هنجيب دايما بعضهم كلمة ايه بقى have to يبقى هنا don't have to وهنا doesn't have to زائد مصدر بدون اي اضافات بمعنى لو قلت زي don't have to stay home يبقى don't تاخد كلمة have to ما فيهاش مشكلة خالص الفكرة بقى ان بعضين هممكن يتلغبط he doesn't have to stay ودي كلمة home حد يقول لي طب ازاي بقى he وقول have to خلي بالك مفتاح الجملة هنا مش كلمة he لا دا doesn't احنا اتفقنا او حافظين دايما ان don't و doesn't بعضهم مصدر بدون اي اضافات فالمصدر هنا كلمة have وليس كلمة has يبقى المعلومة اللي هنأكد عليها تاني ان don't او doesn't بعضهم ايه ثابت عدم ضرورة يأما كلمة have to في الجملة الاولى عادي وبرضه في الجملة التانية كلمة have to عشان كده ممكن يجيب لك جملة زادية في الاختيارات وبعضنا ممكن يتلغبط لو قال لك كلمة she ودي كلمة doesn't space ودي كلمة go ودي كلمة out مسلا هيقول لك اختار has to ولا يقول لك اختار have to اللي مش واخد باله هيقول لده الجملة بدأ بمين بشي يقوم رايح لكلمة has to وتبقى اجابته صح ولا غلط لأ طبعا غلط ده مفتاح الجملة هنا كلمة ايه doesn't طالما في كلمة doesn't يبقى هنحط على طول كلمة ايه have وكلمة to نخبرنا فكرة بسيطة بس ممكن تلغبط بعضنا نروح ليه ملاحظة بقى مهمة بعد كده طبعا فيه تعبير بقى اسمه كلمة mustn't mustn't ديت لوحدها لا استخدام خاص بها mustn't دايما نجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات وبستغلما للتعبير عن ان الشيء ممنوع يعني ممنوع ان انا اعمل الشيء دوت لو عملت الشيء دوت ممكن هتحاسب طبقا لقعدة او طبقا لقانون طب لو قلت you mustn't park here يعني ممنوع تركن العربية هنا معنى الجملة ديت it is against the law يعني ضد القانون اللي انت هتعمله ده يبقى تتحاسب او you are not allowed كلمة you are not allowed يعني غير مسموح لك بعمل الشيء لو عملته هتتحاسب وبرضو هنا ممكن نستخدم بقى mustn't مع الحاجات العامة مثلا ماقولش ايه او ماينفعش ان انا او انت في المكتبة تعمل ضوضاء يبقى مثلا you mustn't make noise وهكذا يبقى معناها كلمة mustn't ان الشيء دوت ايه ممنوع تبقى لقعدة او قانون طب نروح لرقم ثلاثة في حالة السؤال بمعنى هل من الضروري في المضارع يبقى هنبدأ بدوء او ضز خد بالك برضو ضوء او ضز واجب مين فاعل وثابت برضو بعضهم كلمة هاف تو يبقى ضو وضز هجيب فاعل وكلمة هاف تو ماليش علاقة بالفاعل سواء مفرد او جم طب نشوف المسال ضو زي هاف تو كوك لانش ادي ضو زي وهاف تو اهيت ضز شي هاف تو كوك لانش ايه ده بقى دانت لغباط مشان عندك كلمة شي اهيت اختار هازة ما قلت لنا فوق خالص لأ انت اللي مش مركز عندك كلمة ضز اه بس هنا لفاعل شي يبقى الفكرة ان مع كلمة دو او ضز هجيب المصدر فالمصدر هنا كلمة ايه هاف تو على طول يبقى تاخد بالك ان الشي هنا ممكن تخدعك الملاحظة رقم اربعة قال التعبير عن الضراف الماضي يعني الماضي من مصد وهاف تو وهاز تو اللي بستخدم بقى شكل واحد بس حاجة اسمها هاد تو وبرضو هاد تو اجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات يبقى لو جاب لك علامة ماضي هتختار كلمة ايه هاد تو معناها كان من ضروري ان لو قلت هي هاد تو سند زي لتر زي هاد تو كم ارلي طيب في حالة النفي نفي الماضي احنا عارفين بس تخدم كلمة ديدنت يبقى برضو ديدنت وهاف وتو وبرضو زائد مصدر بدون اي اضافات لو قلت شي ديدنت هاف تو كوك وحط كلمة ميت طيب في حالة السؤال هنبدأ بالكلمة ديد وفاعل وبرضو كلمة ايه هاف تو زائد مصدر بدون اي اضافات لو قلت حد بقى ممكن يكون لسه برضو مش واخد باله يقول ازاي هي تاخد هاف خلي بالك هي او كلمة هاف هنا جاي على اساس كلمة ديد يبقى ديد وهاف تو ممكن نلخص الشكل اللي فوق كله في عبارة بسيطة ركز كده معي معدو وضز ودد بجيب هاف تو سابتة معدنت وضزنت وديدنت برضو هجيب كلمة هاف تو وسبتة خلاص كده نروح لي المعلومة اللي بعد كده التعبير عن النصيحة باستخدام شود وشودن طبعا كلمة شود معناها يجب أن وشودن معناها لا يجب أن اعمل الشيء يبقى شود ما تعملوش يبقى كلمة شودن سواجبتها بقى في السؤال او في الجملة او في النفي برضو هجيب معاها مصدر بدون اي اضافات يعني ما تضيعشي وقتك الملاحظة رقم ستة قال التعبير عن الاحتمال او عدم التأكد يعني ربما ممكن يكون اي او لا بستخدم كلمة ميت زائد المصدر المصدر ده ممكن يكون يكون كلمة بي يبقى ميت بي او ممكن يكون اي فعل في المصدر زي مثلا بلي كلمة كم كلمة ليف خلاص يبقى مش شرط كلمة بي بس لا ممكن تكون بي او مصدر طب لو قلت هي ميت بي ات هوم فيهم تقيمة الجملة دي هو ربما يكون في المنزل يبقى معناها يعني مش متأكد او يعني غير متأكد طب ربما تطبخ سمك معناها برضو ربما محتمل او كلمة possible طبعا الاربع تعبيرات دولت كلهم متساويين بقى او اجيبهم مع كلمة ايه ميت طب نروح بعد كده لحاجة اسمها تعبير عن القدرة او الاستطاعة في الباص اللي هو الماضي اللي بستخدم شكلين اتنين مهمين كلمة قد وكلمة قد دايما نجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات معناها استطاع ان يفعل اشيء او تعبير اسمه ووز او وابل تو برضو معناها استطاع ان يفعل اشيء طبعا في فرق بسيط ما بين الاتنين مش موضوعنا في الفيديو دوت يبقى كود مصدر وز وير ابل تو زائد المصدر لقود يعني استطاع ان يجيب على الامتحان يبقى ممكن اقول طبعا مع هي بنجيب كلمة وز يبقى زي وير ابل تو سويم طبعا معروف بقى ان اللي كان الفعل اي او هي او شي او ات او مفرد هنجيب كلمة ووز وي او يو او زي او اسم جامع يبقى هنجيب كلمة وير على طول يبقى هنا قدرة او استطاع في الماضي نلاحظ ان كود بتساوي التعبير ده على بعضه اشيل كود وحط وز او وير ابل تو يعني منفعش اقول ايه ابل تو بس الوحدة لازم قابلها وز او وير وبعد تو اجيب مصدر بدون اي اضافات طب لما نجي نحاول الشكل ده الى نفي يعني عدم قدرة او استطاع كلمة كود تبقى كلمة ايه تبقى كلمة كودنت وبرضه هجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات طب وز او وير يبقى نفي كلمة وزنت او كلمة ويرنت وبرضه هنجيب ابل تو زائد مصدر بدون اي اضافات نروح بقى للتدريبات الاخيرة السؤال الاول بيقول نخبان جاب لك ابل تو اهيت اه خلاص وجاي بعدها مصدر يبقى انت محتاج على طول حجم اتنين يا اما وز يا اما مين وير جاب لك وز وجاب لك كلمة وير طب هنا الفايصل يبقى كلمة ايه يو طب يو تاخد وز ولا وير لا يبقى يو تاخد كلمة وير يبقى وير يو ابل تو مفتاح الجملة هنا كلمة ايه قد 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 هجيب معها مصدر بدون اي اضافات يبقى هنا هنحط على طول يبقى قد يو ها المصدر يبقى كلمة انصر طب اللي بعدها انتظر لا لا يجب هنا مفتاح الجملة مش مسموح لك تعمل الشيء يبقى هنا هنقول على طول كلمة الاخير طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة ايه تو يبقى يهاز يهاز طبعا هنا الفعل هي يبقى هي تاخد كلمة هاز على طول يبقى هي هاز تو هل ب هز فرند سؤال التصحيح هي مصد تو اريف ايرلي جاب لي هنا كلمة تو ما ينفعش اقول كلمة مصد لا يبقى هنا هي تاخد كلمة هاز تو اريف ايرلي طبعا هاز تو زائد مين مصدر يبقى نحط كلمة باي بس يبقى على طول ممنوع يبقى كلمة مصنت على طول طبعا كلمة دوزنت برغم من الفعل شي بس منفعش اقول هاز تو لا عشان دوزنت يبقى هنقول ايه شطار هاز ومعها كلمة تو هي ووز ايبل سولف زا بروبلم ها قلنا ووز ايبل او وير ايبل لازم بعدها ايه تمام جدا يبقى تو زائد المصدر يبقى نحط كلمة تو سولف وجاب لكلمة زا بروبلم انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم مع مراجعة ليلة الامتحان في ساعة ونص ان شاء الله على القناة اشتركوا في القناة